ميثاق حركة حماس على المسودة حتى وصل إلى صورته النهائية التي أرسلت إلى الضفة والأردن وبعد أن أجريت عليه تعديلات بسيطة نالت موافقة الإطار السياسي لحماس على الرغم من تحفظهم في البداية لافتقاره إلى اللغة القانونية المناسبة جاءت الموافقة على الميثاق من دون تمريره على مجلس شورى الحركة وذلك لأسباب ودواع أمنية تتمثل بصعوبة اجتماع أعضاء مجلس الشورى جاء الميثاق في مقدمة وخاتمة وخمسة أبواب ضمت ستا وثلاثين مادة انفرد الباب الأول في تعريف الحركة ومنطلقاتها الفكرية وشعارها وعني الباب الثاني بالأهداف والبواعث واختص الباب الثالث باستراتيجية الحركة ووسائلها وأوضح الباب الرابع موقف الحركة من كل من الحركات الإسلامية والوطنية ومنظمة التحرير والدول والحكومات العربية والإسلامية إضافة إلى أهل الديانات الأخرى وتناول الباب الخامس التاريخ الشاهد على أن أرض فلسطين في جهاد إلى يوم القيامة وكشفت الحركة في مقدمة ميثاقها عن أسباب تأخرها عن غيرها من القوى والفصائل الفلسطينية بالمشاركة في المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي وذمها للتسرع في الجهاد الذي بينه النص التالي وعللت ذلك بأنها كانت تحتاج إلى التربية والإعداد والتأني حتى يحين الوقت المناسب للجهاد وأكد الشيخ أحمد ياسين أن حماس تأخرت كثيرا في المشاركة في الجهاد كي تربي جيلا على الإسلام ليفهم كيف يواجه ويتحدى ويثبت لأن التربية الإيمانية لا تسمح له بالانحراف يمينا أو يسارا في المادة الأولى من الباب الأول حددت الحركة منطلقاتها الفكرية وقالت إن الإسلام هو منبعها ومرجعها ولم تكتفي الحركة بتحديد هويتها العقائدية بالإسلام وإنما بينت أنها تتبع المنهج العقائدية لجماعة الإخوان المسلمين واختارت شعار الله غايتنا والرسول قدوتنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا وهو شعار جماعة الإخوان المسلمين الأشهر كما بينت الحركة في المادة الثالثة من الباب نفسه أن بنيتها الأساسية تتكون من المسلمين الذين أعطوا ولاءهم لله فعبدوه حق عبادته وعرفوا واجبهم تجاه أنفسهم وأهليهم ووطنهم فاتقوا الله في كل ذلك ورفعوا راية الجهاد في وجه الطغاة لتخليص البلاد والعباد من دنسهم وأرجاسهم وشرورهم وفي المادة الرابعة أوضحت الحركة أنها لا تقبل بغير المسلمين الملتزمين بفكرها وعقيدتها ضمن صفوفها واعتبرت الحركة نفسها حلقة من حلقات الجهاد في مواجهة الغزوة الصهيونية تتصل وترتبط بانطلاقة الشهيد عز الدين القسام وإخوانه المجاهدين من الإخوان المسلمين عام الف وتسعمائة وستة وثلاثين وتمضي لتصل وترتبط بحلقة أخرى تضم جهاد الفلسطينيين وجهود وجهاد الإخوان المسلمين في حرب الف وتسعمائة وثمانية واربعين والعمليات الجهادية للإخوان المسلمين عام الف وتسعمائة وثمانية وستين وما بعدها ورأت أن الباعث الرئيس لها هو غياب الإسلام الذي أدى إلى غياب دولة الحق وقيام دولة الباطل أما الهدف الرئيس الذي ورد في الميثاق فهو قيام دولة الإسلام بعد قهر الباطل ودحره ليرتفع الأذان من مآذن المساجد اشتركوا في القناة